بسم الله الرحمن الرحيم. انا حناني وبشادي اهلا بيك وفيديو جديد. والفيديو النهاردة عن الاكسسورات. والنهاردة هنعمل اول عقدة عاكيك معنا في القناة. ما عمانيش عقدة عاكيك قبل كده. ان شاء الله ده اول عقدة عاكيك معنا. وانا باوريكم العاكيك اهو. والعاكيك من اهم انواع الاحجار واغلاهم واقيمهم. بيعيش مدة طويلة جدا. وانا كنت وردكم قبل كده في فيديو اكسسوراتي. عقدة عاكيك كنت عاملها من اكتر من اربع سنين تقريبا. او من اربع سنين تقريبا. وشفتوا ازاي كان معمول كأنهم بارح. انا كده وردكم العقد الحجر. دلوقتي بوريكم الدلية كريستال. اه بالراس اللي فيها 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 في صوت زركم. اه تحفة. تنفع على فكرة عمل حلق. بس هتبقى غالية شويتين. لان الدلية دي سعرها من خمسة وعشرين لتلاتين جنيه. طبعا هنجيب فردتين. مع الهوك والزرد وكده. فهيتكلف الحلق حاجة وستين جنيه. كخمات يعني بس. اه وردكم قبلها الحجر العاكيك الازرق. اللي هو بجميع درجاته. اه حلو جدا. والدلية تحفة الصراحة. عجباني قوي. اه كحلق يعني هيبقى واوي يعني. بس مش عايز محجبات يعني. او في البيت يعني تحب تلبس حلقان في البيت وكده. ده الهيماطايت. الهيماطايت برضو من احلى. وافخم انواع انواع الاحجار. اصلا الهيماطايت عبارة عن خرز معدني. اه وصراحة انا بفضل جدا من مفضلات الهيماطايت. اه طحفة من الاحجار القيمة ومفضلاتية. اه ده بقى الحبسات والاستوبر والزرد. ودي سلسلة حمص. اه سيلفر. حاطت فيها دلية. الوانها مناسبة مع الوان اه العكيك بتاعنا. علشان هنعمل اهي زي ما انتم شايفين. انا ركبتها بس بزرد في السلسلة وخلص ما عملتش اي حاجة. قلت عشان الوان تبقى متناسقة مع بعض. اه لان العقد هنعمله دورين. دور عقد ودور سلسلة. بس الاتنين هيبقوا مع بعض. مجبوكين مع بعض. عشان يتلبسوا مع بعض. هو مودة جدا على فكرة. يعني هي سلسلة طبقات عمتا آآ مودة جدا. طبعا جاء دوتنا. ازا رضيات بتاعتنا. والغير. وعلى فكرة كمان في سلسلة استلس. آآ بس ننسيتها وراها لكم في المقدمة. انا اسفة بعتزر لكم طبعا. دلوقات هنبتجي بقى نشوف هنعمل ايه اول حاجة هنستخدمها هي الدلية. الدلية هنه هنحطها في الواير. بس قبل ما ابدأ انا عايز اقول لكم بس ما تنسوش معلش دي نسيتها. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل رمز الجرز. آآ دلكل عشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي انا بلضم الخرز عايزة جدا. انا حطيت اول حاجة الدلية بتاعتنا. وهبدأ اشتغل بالطرفين حوالين الدلية. دلوقتي دلوقتي ايدي هتيجي شوية وهتشوفوا معلش. بعتزر لكم. لو الصورة بعيدة. بس هتقرر دلوقتي وهتشوفوها وضوح. آآ احنا هنمشي الترفين مع بعض. نحط خرز عوكيك خرز عوكيك خرز عوكيك خرز عوكيك خرز عوكيك خرز عوكيك لغاية ما نحط هنا اربعة عوكيك والنحية التانية اهو هيبقى كده وكده زي ما انتم شايفين اهو قربتلكو. هنحط خرز وخرز. لغاية ما نخلص التمن خرزات الهيماطيك. دي باربعة هنا واربعة هنا. وبعد كده هنكمل لطمع عوكيك بس ورا بعد آآ بطريقة عشوائية. هو اصلا فيه تدريجة الوان كده حلو قوي. كده احنا لضبنا وكمان انا قفلت آآ فرع وهوريكو بقى الفرع التاني هيتقفل ازاي? علشان ما طولش عليكم بس يعني هي هي نفس الطريقة اللي قفلتها هقفل بيها النحية التانية. وانا قفلت بيها كتير على فكرة في القناة واللي متابعني من اول دي الحباسة هيكون عارف يعني انتم بتقفل ازاي? اما اللي لسه جديد فانا هعمل مع الطريقة اهو. الحباسة دي بيبقى فيها خرم في النص كده اهو. زي ما انا بوريكم هندخل فيها الواير. وبعد كده هندخل الستوبر. الستوبر صغنون خالص كده. هوريه لكم. انما مهم جدا جدا. اهو. زي ما تشايفين. يعني حاجة معدنية كده فيها خرم صغنون خالص. اه ده مسته ان هو معدن بتاع الطريق. اه لما بقفله بالزرادية بيقفل على الواير فبيمسكه فخلاص بقى بيزبط فيه ما فيش اي حاجة بتوعق اهو. وبيباد جوه الحباسة. الحباسة بتقفل عليه فبتداري بقى الاستوبر ده. فبيتجي منزر جمالي وفي نفس الوقت بيبقى مسك على الخرص. اديني انا بقفل دلوقتي بالزرادية. انا بحاول بس اقرب لكم عشان تشوفوا. طبعا بتك كده جامد وبعد كده هقطع الواير الزيادة. واضم بقى الحباسة على بعض. بعد كده اقفلها اهي الحباسة اهي جواها الاستوبر. هضمها بقى على بعض. وبعد كده اه كده انا انا ضمتها وهقفلها بقى كويس بالزرادية. يلا هو ده على الفكرة السهلة وبسيط ما فيهوش اي اي حاجة خالص خالص. طبعا انا كده بقى عايزة انا بشرح لكم دلوقتي بقول لكم الاستوبر مهم جدا ان هو بيقفل النفس كلام اللي انا قلته. اهو بوريكم للطرفين ازاي? طب الخطوة الجاية ايه? الخطوة الجاية بقى اللي احنا هنجيب شايفين انا بوريكم شكله اعمل ازاي? طحفة جدا على فكرة ممكن نعمل سبحة بنفس الفكرة كده او فكرة شبيهة بالعقيق هتبقى طحفة جدا بس هتبقى غالية ومكلفة جدا. اه ده السلسلة العقيق. السلسلة الاستلس. سوري. العقيق الدماغي شكله معلش. اه هنطول بيها طبعا ونقفل بيها العقد. عشان يديله طول. طبعا لو غير المحجبات بيبقى طوله كده ومناسب وبيتقفل بحاجة بسيطة انما هو للمحجبات فلازم يتور عشان يبان. اه والسلسلة الاستلس دي هدخلها ازاي? اخر حلقة انا اخر حلقة هحط فيها الزردة وهحطها في الفتحة الحباسة اللي احنا افنيها على استوبر بيبقى فيها فتحيتين عشان احنا افنيها كده زي بابين كل باب في فتحة. فهندخل لزردة. في الفتحة تحت الحباسة واجهوا في اخر حلقة في السلسلة اهو زي ما انتو شايفين دخلنا الزردة كده وفي الحباسة اهو عشان هما حباسين على بعض فلازم تخش في الفتحة. نبقفل الزردة كويس قوي. والنحية التانية هعمل نفس الحكاية. ما فيوش اي حاجة. سهل جدا جدا. طب هو خلص كده وممكن يتلبس كده عايزي ما فيوش اي مشكلة. بس احنا التصميم بتاعنا النهاردة دورين. فاحنا كده هنعمل الدوري التاني هو الدوري التاني قريتش احنا مخلصين وهي مجرد سلسلة مركبة فيها الدلاب زردة. فانا هجيب طرفها بس وهحط فيها زردة. طبعا السلسلة جير فياعة جدا انما متينة جدا جدا. يعني صعب انها تتقيم او تتقيم. رغم النهار فياعة جدا. هحط الزردة في اخر في اخر حلقة في السلسلة. وهحطه في حلقة من حلقات السلسلة الاستلس. عشان يبقى الاتنين شبكين مع بعض. وبعد كده هعدى اشوف انا حطيت في الحلقة الكام. عشان الناحية التانية احط لنفس النزام. تقريبا كده هتبقى الحلقة الخمستاشر. اهو انا كده خلاص هقفل كويس. على فكرة هو في اللبس حلو قوي اهو انا بعيد دلوقتي الحلقات علشان اه احط الطرف التاني في نفس الحلقة. كده الحلقة الخمستاشر تقريبا. النحية التانية هعد وادخل الطرف التاني في الحلقة الخمستاشر. على فكرة في اللبس تحفة. زي ما كنت بقولوكو تحفة جدا في اللبس ما مش هتبنى لفي اللبس. آآ الازرق كده بياخد العين. لو على حاجة كحلي لو على حاجة سودة لو آآ بيمشي على الوان كتير لو على جنسات آآ فضية الصراحة في اللبس. على ابيض على شميز ابيض فضية برضو هيبقى. على عبيات شغال هيبقى لذيذ برضو. فهو آآ اللون ده حل وساحري يعني لون السماء. انا دلوقتي بحاول هو شوفوا شكلي ما كنتش شايفة ولا مش فاكرة كنت لابسة نظارة ولا عشان انا بسجل الصوت. تقريبا ما كنتش لابسة نظارة. بعدة هو واحد اثنين ثلاث هيلا وصلنا الخمستواشر. يعني ناحية دي خدت وقت. اكتر من ناحية الاولانية اللي مش عارفة. يلا كده خلاص هنقفل الزردة. الحمد لله العملية تمت بسلام. اهو كده بقى خلاص العقد انتهى. وده انا بحاول اعديله كده ده الشكل النهائي لي. اه هحطه لكم عالرقابة عشان تشوفوه. اه بس هو برضو في اللبس هيبقى اوضح واحسن. اه ايه رأيكم فيه? اتمنى ان هو يكون عجبكم. اهو انا بقربه لكم عشان تشوفوه عامل ازاي. والله هحاول بعد كده هحاول يعني في لما اعمل اكتصورات تانية ان انا هلبسها وصور احطي الصورة ليه وانا لبساها عشان هو يبين في لما لما يتلبس في اللبس اه على اللبسه بجده هيبين بشكل اوضح. هو كده عشان احطيتها الطرابيزة مش بين قوي. اه ما تنسونيش بقى لو عجبكم ما تنسونيش بقى بس انا انا قبل ما اخطي ما عايز اوروه لكم عالرقابة. علشان انا حاطيتها عرقابة عشان يبين اكتر. اه حلو جدا جدا جدا. العودة ده متكلف كده تقريبا. مش هعارفة كده هو تقريبا كده متكلف مجني او اكتر. مش متأكدة الصراحة. بصوا بقى هو على الرقابة طحفة. طحفة وفي اللبسة هيبين اكتر واكتر. يا رب يكون عجبكم. اه اتمنى ان هو يكون عجبكم. الفكرة بسيطة ولزيزة جدا وسهلة. واي حد يقدر يعملها على فكرة. اه ما تنسونيش بقى في اللايك والشير. اه والسبسكرايب وتفعيل رمز الجرس لكل عشان يوصل لكم جل كل جديد. اه ولو حابين تشيروه. شير في الخير يا جماعة شيروه. علشان اه يعني ده حاجة كده ممكن الناس تتعلم منها بتعمل اي حاجة. البنات دلوقتي في الاجازة. ما زب البنات بتحب الاكسيسيريز وكده. اه ممكن يتعلموا منه اي حاجة ومعملوها نفسهم. طبعا تكلفتها لما اي حد يعملها نفسه. غير ما يشيريها من برد اكيد يعني. اه لان بيبقى فيه صفي ربح وبيبقى فيه مصنعية وكده. فلما تجيب الخيمات وتعمل لها بنفسك اكيد هتفرق معك كتير. اه بتنسو جيش بقى يلا. فاللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل رمز الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة